السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح حل مشكلة تفعيل الوضع الاحترافي في الفيسبوك فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريق يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون ونسونا في البداية تروحون على جوجل بلاي وبعد كده تكتبون في البحث الفيسبوك فهنا يا شباب إذا ظهر معاكم كلمة تحديث تحدثون التطبيق لآخر اصدار بعد كده يا شباب تروحون على تطبيق الفيسبوك وتروحون على صفحتكم الشخصية فمن هنا تضغطون على الثلاث نقاط اللي علي سار فهنا يا شباب إذا ما ظهر معاكم خيار تشغيل الوضع الاحترافي تصورون الشاشة بهذه الطريقة وبعد كده يا شباب ترجعون الخلف فمن هنا تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق علي سار وبعدين تروحون على المساعدة والدعم ومن هنا تروحون على الإبلاغ عن مشكلة فمن هنا تنزلون شوي تحت وتروحون على متابعة الإبلاغ عن مشكلة رح تفتح معاكم هذه الواجهة تضغطون تضمين في البلاغ من هنا تنزلون اخر شي تحت رح تحصلون ملف شخصي تضغطون عليه فمن هنا تضغطون علامة الاكس هذه وبعد كده تحملون لقطة شاشة اللي صورناها قبل بعد ما اخترتوا لقطة شاشة هنا تكتبون هذا الكلام برضو هذا الكلام رح سجلكم اياه تحت بالوصف عشان اللي يبغى ينسخه وبعد كده تضغطون على هذه الايقونة ورح يتم ارسال البلاغ فكده يا شباب ارسلنا المشكلة للدعم الفني الخاص بالفيسبوك ورح يتم حلها باسرع وقت ان شاء الله ايضا يا شباب في ملاحظة اخيرة اذا كنتم قفلين ملف الشخصي بهذه الطريقة فهنا ما رح يظهر عندكم تشغيل الوضع الاحترافي فلازم تضغطون على هذه الايقونة وبعد كده تضغطون الغاء القفل وتأكدون الغاء قفل الملف الشخصي وكده الآن يا شباب رح يظهر معاكم شكل مباشر تفعيل الوضع الاحترافي فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة